السلام عليكم معاكم شهد العبادي وبهذا الفيديو جاينا نحكي عن هذا الكتاب اللي هو كتاب السا أو The Secret هذا الكتاب هو أفضل كتاب حسب علمي بشرح قانون التجذب طبعا هذا القانون التجذب بغضا ممكن نحكي إنه بحكي لك أو بفترض إنه الأفكار تعيتك هي المسؤولة عن كل إشي مسؤولة عن القضاء والقضاء ومسؤولة عن الأهداف تعيتك وأحلامك يعني نعطي مثال نفطرض أنا كشادي هسا بدي خلينا نحكي إشي معين أو عندي مثلا حلم معين هذا الحلم مش هيتحقق غا إذا أنت فكت بشكل ضلت تفكى في الموضوع لحد ما خلينا نحكي هو يجي لك فبروح الأفكار تعيتك كان بتصال زي خلينا نحكي شكل ذبذبات وهي الذبذبات بيطوح على الكون بعرفش كيف هذا شي سعيني كيف والكون بيلبي الإشي لإنت بالذكية طيب ممكن أسا واحد يحكي هاتف تفكى إيجابي وهذا إشي خلو وأنا مثلا مترفق أنه التفكى الإيجابي بشكل عام أكيد إشي كويس أنك تكون إيجابي أكيد مش هادة هيقول لك أنه عاطل ولكن للأمانة هذا الكتاب وقانون الجذب إذا بدنا نأخذه من هذا الكتاب لو أفضل الكتاب تشرح القانون هنعرف أنه إشي متخلف عقليا ومشي بعيد بعضا نحكي أنه إشي خلينا نحكي كفة شوي وقانون متخلف أمانة وغبي وممكن أحد يقول لي هسا كنت تحكي إنه كويس هسا بقول لك ليش إنه غبي أولا فكرة الكتاب هذا موجودة بأفقاء أديان زي الهندوسية والبوذية بشكل عام الأشياء تعيد علوم الطاقة كلها ما أخذها من أديان الشاكة القديم زي الطاوية والأشياء هاي والفكرة تاح هذا الكتاب اللي هو قانون الجذب ما أخذينه من الهندوسية بالذات لما بفكرة الشاكة وما الشاكة والشغلات هاي حسا ما عنا من الطويلة وفكرة من أنها هندوسية وما هندوسية الكتاب في شغلة حلوة فيه بيشرح لعاق قانون الجذب وبعطيك مثال من هذه الأمثلة بيحكي عن زيادة الوزن فبيحكي لك الكتاب إنه إنت وزنك زايد مش عشان إنت مثلا بتلعب رياض أو بتلعب الشيارة أو بتعكل كثير لا 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 الأفكار تعيتك هي اللي بتزيد وزنك شايفين القانون ما أغباء طبعا مش عارفة ماتن هذا الكلام بأيصف أيو كإنه أيو أي الصفحة سبحان الله قد أحترد لقيتها بصفحش إذا الكلام ها يكون واضح ولا لا ومهم يعني فأمانة يعني القانون يعني قانون غبي بصراحة يعني وتافح وأنا بستغرب أنه في كثير من الناس بصدقوا هذا الحك الفاضي وأنا بصراحة الكتاب ما عجبنيش نهائيا وحتى طريقة الكتاب ما عجبتني وحتى فيه الكتاب بعض الشغلات كفية حتى بالنسخة أنا مثلا ما قاعت النسخة الإنجليزية تمام بس إلي صاحب متمكن من اللغة يعني قال الكتاب بالإنجليزي وحكى لأنه الكتاب فيه شغلات كفية زي مثلا أنه الكتاب بحكي كلام بما معنى أنه أنت إله بس بتفكيرك يعني كيف أحكي لكم إياها يعني زي تفكى وحدة الوجود أنه أنت والطبيعة والإله إشي واحد طبعا كله كلام كفة وكذا مماذا الكلام عبنسخة الإنجليزية الأصلية من نسخة العربية يشارمون هذا الكلام طبعا أشي أفحكوا عن الناس طيب بس هذا الكتاب لو بدي أقيمه حاطي واحد بصراحة يعني الكتاب غبي هو بس غلافه حلو بس كتابك حتى فكرة قانون التجذب وهي الصفحات كلها هاي بصراحة أنا ضيعت وقت فيه وكنت باظه من كثام الكتاب تعبان واسلوبه مش حلو كنت باظه أزهق أزهق عن جد يعني هذا الكتاب كم صفحة هو مش كبيره مئة وثمانين صفحة وقسب الله العظيم بجي أخذ مني شغان عشان أخلصه وكثام هوم ومل وغانه هوم ومل بعضه ما بيقدم إشي يعني على القيمة طيب وبنهاية الفيديو إذا انتقارت هذا الكتاب شارعك فيه أنا صاحبا ما أحبته نهائيا وعلى وجهة نظر الشخصية ونعرف إنه ممكن ينسب علي عشان في كلا ناس يحبه هذا الحبل القانون التجذب وعلوم الطاقة إذا انتقارت وشارعك فيه وإذا مقارت وشنا هو تقاره ولا لا وأنا أمانة أقولك تقاره وشنا غبي وهل أنت مهتم أو بتصدق بموضوع علوم الطاقة بس خلينا عاف بالطالقات بش هتناقش معك ويلا سلام والفيديو أم تأكد إنه سائع جدا لأنه أمانة مش لاقي ميزات بالكتاب غير الغلاف يلا سلام